تعرفوا أحبائي من بداية سفر التكوين الله اتكلم بكل وضوح عن الغرض من هذا الزواج رجل واحد امرأة واحدة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الاثنان جسدا واحدا والرب يسوع المسيح أكد على هذا الموضوع أيضا في الإنجيل المقدس وأيضا الكاتب إلى العبرانيين يقول الزواج يكون فليكن مكرما عند الجميع يعني الجميع يكرم يشرف هذا الزواج المبارك ليش أحبائي عدة أسباب لأن الله هو الذي أسس الزواج في سفر التكوين كانت مبادرة إلهية الله اللي شاف قال ليس جيد أن يكون آدم وحده فالله هو المهندس هو الأركتكت اللي برمج اللي خطط اللي هندس لهذا الزواج من أجل هذا في أهمية لهذا الزواج هي مؤسسة إلهية السبب الثاني أحبائي الزواج هو عهد وليس عقد كما يقول ملاخي النبي هذا العهد اتنين بيتحدوا في شخص المسيح اتنين بيكونوا واحد لا يستطيع أن يكسر هذا العهد ما جمعه الله لا يفرقه إنسان والسبب الثالث أحبائي إحنا ذكرنا عن القديسة مريم في هذه البازيلكة العظيمة تذكر أنها كانت في بلدي في قانا الجليل في عرص قانا الجليل بزيارة يسوع وزيارة القديسة مريم العذراء كان في بركة لهذا الزواج فالمسيح كرم هذا الزواج وبارك وقدس هذا الزواج بحضوره هو وأمه القديسة مريم العذراء من أجل هذا يقول الكتاب أن الزواج مقدس والمطجع غير نجس والسبب الأخير بالرسول بيحطه في نفس الرسالة بيتكلم عن السر العظيم هذا السر العظيم من نحو الكنيسة عن اتحاد المسيح اتحاد كامل في كنيسته في عروسته وهكذا هذا نفس الاتحاد بين الرجل والمرأة فهذا سر وعلامة عميقة جدا لعمل إلهي عظيم لذلك أحبائي لما نقدم على موضوع الزواج ينبغي أن يكون بتريث وبإكرام وبإرادة الرب وبحسب شريعة الرب وندرك أن الله القدس أبارك هذا الزواج نصيحتي للأزواج سواء رجل أو امرأة يقول خاضعين بعضكم لبعض بخوف الرب تكرم بعضكم البعض وتحب بعضكم البعض ورب من هذا المكان بصلي من كنيست مريم أنه رب يقدس زواجكم ويبارك زواجكم إذا فيه فشل في هذا الزواج الرب يصنع شفاء لحياتكم في اسم الرب يسوع المسيح